بسم الله الرحمن الرحيم نواصل شرح مقرر تنظيم حاسبات اتنين وصلنا الآن إلى الباب الثالث هذا الباب بعنوان Memory Organization تنظيم الذاكرة ونبدأ الدرس الأول في هذا الباب Chapter 3 Lecture 1 Memory Types أو أنواع الذاكرة في هذا الدرس نتعرف على الأنواع الرئيسية للذاكرة فنعرف ما هو المين ميموري أو الذاكرة الرئيسية وما هو الأوكزير الميموري أو الذاكرة المساعدة وما هو الكاش ميموري أو الذاكرة السريعة والمتوفرة وما هو الأسوشياتف ميموري أو الذاكرة التي يذهب إلى بياناتها وفقا للمحتوى نبدأ الميموري تايبز فنقول The memory unit that communicates directly with the CPU is called the main memory الذاكرة الرئيسية هي الذاكرة التي لها اتصال مباشر مع وحدة المعالجة المركزية أو ال-CPU Devices that provide backup storage and hold parts of the programs that are not presently used by the CPU are called auxiliary memory إذن ما هو auxiliary memory هو كل أجهزة التخزين التي توفر التخزين الاحتياط أو التي يخزن فيها أجزاء البرامج الغير مستخدمة بواسطة ال-CPU حاليا ما هي أمثلة هذه auxiliary memory أو الذاكرة المساعدة؟ Common auxiliary memory devices are magnetic disks and magnetic tapes العشرة الماغنطيسية أو الأسطوانات الماغنطيسية مثل ال-CDs و الأسطوانات الخمسة وربع و الأسطوانات الثلاثة ونص بوصة التي كانت مستخدمة قبل سنوات وأنواع الفلاشز هذه هي magnetic disks and magnetic tapes وهي كلها تندري تحت نوع auxiliary memory The very high speed memory هناك ذاكرة سرعتها عالية جدا تستخدم لزيادة سرعة المعالجة في الحاسبات هذه الذاكرة نسميها الكاش memory أو الذاكرة المتوفرة أو الذاكرة السائلة لاحظ هنا استخدام تعبير الكاش مثل استخدامه بالنسبة للأموال عندما تقول أن لديك أموال كاش فهي تكون عادة سهلة الوصول إليها في جيبك مثلا وهي أسرع في التعامل معها من الأموال المودعة في البنوك مثلا بنفس الطريقة نستخدم هذا التعبير لنميز الكاش memory عن المين ميموري الكاش ميموري هو ميموري سريع سرعة عالية جدا دائما يكون قريب من السيبيو ونخزن فيه التعليمات التي نستخدمها كثيرا عند التنفيذ البرامج فكأنها يعني ذاكرة متاحة أو سائلة أو كاش وهذا منطقي إذا كان عندك أجزاء من البرامج تستخدمها كثيرا ومن الأفضل أن تضعها في مكان سريع الوصول إليه لا أن تضعها في الزاكرة الرئيسية وهي الأبطأ نوعا ما وذلك لحوجتك المتكررة لهذه الأجزاء من البرامج طيب ما هي المقارنة في السرعات بين هذه الأنواع الرئيسية الثلاث؟ الكاش ميموري عشرة أضعاف أسرع من المين ميموري بينما المين ميموري المين ميموري نفسه أسرع من المين ميموري بألف طعف والكاش ميموري أسرع من المين ميموري بعشرة أضعاف إذن الكاش ميموري أسرع من الأوكدير الميموري بعشرة آلاف ضعف لذلك نسميه كاش ميموري طيب ترد يوس أكسيس تايم لنقلل زمن الوصول إلى البيانات في الزاكرة يمكن الوصول إلى البيانات وفقا لمحتواها وليس وفقا لعناوينها وفعلا هناك أنواع من الزاكرة يتم الوصول إلى البيانات فيها وفقا لمحتواها وليس وفقا لعناوينها هذه الزاكرة بهذا النوع A memory unit accessed by content is called an associative memory نسميها الميموري ال-associative أو نسميها ال-content-addressable memory وتختصر بال-cam ما هي ال-cam؟ هي a memory unit accessed by content not by the address of the data وإلى الدرس التالي من هذا الباب